بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ابو آله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هناك قولان شهيران في التراث الشيعي أحدهما للإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام يقول فيه يوصي أبنائه وشيعته ويقول لهم كونوا للظالم خصما والمظلوم عونا وهناك أيضا قول آخر معروف ومشهور من كثرة ما يردده خطباء المنابر الحسينية وهو عندما كان الإمام الحسين يسير متجه نحو الكوفة عندما اقترب من الكوفة وراء أحد الخارجين منها فسأله عن الوضع العام في الكوفة ما هو فقال له يا أبو عبد الله إن قلوب أهل الكوفة معك ولكن سيوفهم عليك وهذا بالحقيقة ينطبق علينا أو ذكرني بهذا الحديث تصريح السيد رئيس وزراء السيد حيدر العبادي اليوم بأنه نحن نتعاطف مع إيران وقلوبنا مع إيران ونستنكر هذا الحصار الظالم ونرفضه ولكننا نلتزم به يعني أن سيوفنا عليك سيوفنا عليكم وهذا الموقف الضعيف للدولة العراقية أو الحكومة العراقية في الحقيقة أنا ما ألوم السيد العبادي كثيرا ولو البعض يقول أنه يعني اتخذ هذا الموقف حتى في هذه اللحظات الحرجة لتشكيل حكومة جديدة أن تدعم أمريكا من أجل أن يعود إلى السلطة مرة ثانية ربما يكون هذا التحليل صحيح ولكن في الحقيقة أعتقد أنه البلد بصورة عامة هو ضعيف وغير قادر على اتخاذ مواقف قوية وشجاعة وجريئة ومقاومة للهيمنة الأمريكية يعني شوفوا أنتم اليوم معاركة مع إيران معاركة أمريكية ظالمة ضد إيران وإيران جيراننا وأخوتنا ومسلمين ونصهم ثلاثة أربعة معارب أيضا في إيران حقيقة قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة تقريبا فرض الحصار على العراق واستفردوا بالعراق إلى أن دمروا الشعب العراقي ولم يدمروا حكومة صدام صدام ظل متشبث بالسلطة إلى أن يعني قضي عليه في الحرب ولكن مدة الحصارة ثلاثة سنة أهلكت الشعب العراقي وتشوفون أنت يومية هذه يعني القوة الإمبريالية الأمريكية الأظمى في العالم لأنها مؤلفة من خمسين دولة خمسين ولاية هي خمسين دولة تقريبا وكل دولة أكبر من كثير من دولنا فأصبحت قوة موحدة لذلك أصبحت تتحكم بالعالم وتنفرد بنا وتحاول أن تفتتنا بلد بلد كل يوم شوفون مهاجمين بلد ومحاربين بلد أو معتدين على بلد في مسألة الحصارة التي فرضت على صدام كان بقرارات من مجلس الأمن كل دول العظمى في العالم اتفقت على ذلك أقوبة له على غزو الكويت وأيضا بتهمة الأسلحة الكيميائية أو كذا اللي عنده أما إيران الآن فهي لم تكن بحرب ولم تعتدي على أحد وهي من حقها حسب القوانين الدولية أن تمتلك مفاعلات نووية وأن تطور مشاريعها النووية السلمية وقد تأكدت منظمة الممتحدة والمنظمات الخاصة بذلك أن المشروع سلمي ولكن مع ذلك كانوا يقاومون يرفضون يرفضون ليس لأنه إيران تريد أن تأسس مشروعا نوويا لا وإنما يحاربوها على مشاريعها السياسية ومواقفها تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومة مقاومة الهيمناء الأمريكية إلى أن كما تعرفون قبل ثلاث سنوات اتفقوا بعد مفاوضات طويلة لمدة سنوات خمسة زائد واحد يعني ألمانيا الدول الكبرى في مجلس الأمن دائمة العضوية وأيضا ألمانيا اتفقوا على اتفاقية معينة وهم متأكدين تماما وهذه الاتفاقية أيضا تفرض شروط وتأمن أن المشروع يكون سلمي وكان مشروع يعني عادل ورضوا الجميع بدالك إيران رضيت والدول الكبرى أيضا رضيت وكانوا ماشيين مرة واحدة يجي ترامب ويقول لا بوحي من إسرائيل طبعا وبدالدفع من إسرائيل والسعودية كما هو ترامب قال كم مرة أنه لا هذا المشروع مو في صالحنا لجب أن نقضي عليه وأيضا الغا من طرف واحد وأيضا يستخدم عن جهيته وغروره وبكل قوة يجب أن تخضع إيران لأمريكا حاولة تخضع بلد مجاور أنه بلد من أدنى من لحمنا ودمنا وبالتالي إذا ضربت إيران ضربت الأراق ضربت تركيا ضربت ماكستان ضربت سوريا ضربت حتى السعودية يعني أي بلد مثل ما ضرب الأراق وضربت الدول الأخرى المجاورة يعني ظلم مفضوح تماما وبكل عن جهية تعالوا أنتو المفاوضات ليس حول المشروع النوو الإيراني أنه هذا يهم يعرفون سلمي هذا المشروع وترامب هو يعرف جيدا ولكن على سياسة إيران على يعني قوة إيران في المنطقة فيريد يخضع إيران حتى يخضع كل الدول الأخرى وراها وإيران ترفض ذلك وحتى شفت روسيا والصين والهند وأوروبا كلها وقفت ضد هذه الخطوة هذا القرار من ترامب القرار الباطل والظالم والمناقض للاتفاقيات اللي وقعها رئيس الأمريكي وأصبحت جزء من ملفات ووثائق الأمم المتحدة يعني يجي واحد ينتهك القانون الدولي وبكيفة شوكت ما يريد وتعالوا أنتو أخضعوا لي وتعالوا أنتو كذا وأفرض الحصار عليكم وأفرض الحصار على كل واحد يتعاون مع إيران شوفوا شنون بها هل عن جهية مو فقط هو يعني يقاطع إيران لا وإنما يجب أن كل العالم يخضع له محاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على كل العالم طبعا الدول القوية الدول الأوروبا قالت لا نحن ما نقبل وسوف نحمي شركاتنا ونتعاون مع إيران الصين وروسيا اللي هم أعضاء دائمين في الممتحدة أيضا قالوا ذلك ودول أخرى مثل هند باكستان تركيا اللي مفل يعني في أعضاء دائمين مع ذلك قالوا لا نحن لا نقبل المقاطعة الإيرانية ولا المقاطعة الأمريكية لإيران ولا نسمع كلام بوش كلام ترامب طب نجي للعراق العراق بحاجة إلى أشياء كثيرة من إيران الغاز والكهرباء والألاقات الموجودة يعني الذهاب المجيء الشركات رايحة شركات جاية تعاون اقتصادي كله يجب أن على العراق أن يقطع علاقاتها مع إيران هذا قرار ظالم قرار ظالم لإيران وقرار ظالم للعراق وانتهاك للسيادة العراقية شوفوا الآن الديمقراطية الهزيلة الهشة اللعبة بالحقيقة المسرحية اللي في العراق أنه الآن الانتخابات جارية جرت يعني وبعدها ما أفرزت النتائج النهائية لأنه كان فيه اتهامات بالتزوير والقضاء قال لا لا ما فيه تزوير 99% النتائج صحيحة شاء الله تكون كذلك ولكن متى يعلن موقفه النهائي القضاء ومتى تشكل الحكومة القادمة هنا النظام الهش النظام النظام المحاصصة هذا النظام البرلماني الضعيف يسمح بالتلاعب ورأيتم أيضا الأخبار الصحفية الشرق الأوسط السعودية قالت أنه ترامب وجه تهديدات إلى المسؤولين العراقيين الفائزين أنه أتركوا أي قائمة أكبر وأي قائمة أصغر وأي قائمة فازت وأي قائمة ما فازت الريد العبادة يجي مرة ثانية وعلى الجميع أن يخضع ويسمع ويطيع يعني ما يكشف أنه إحنا ما عدنا استقلال حتى الآن استقلالنا هش وضعيف لذلك أمريكا تدخل علنا في الانتخابات العراقية وتفرض من تريد وإذا مثلا مثل التجربة الماضية أيام نور المالكي إذا هو لا أصر أنا فازت بالانتخابات وأنا أجب أن أكون رئيسا للوزراء وأمريكا ما تقبل فماذا تفعل إذا ما فادت ويا الضغوط السياسية والدبلوماسية فتأتي الضغوط العسكرية تأتي داعش وداعش لا تزال ورقة بيد أمريكا في قاعدة التنف في سوريا تعرفوا دائما نقومون بعمليات وآخرها الرجوم على السويداء من قاعدة التنف الأمريكية من جوار من تحت مظلة أمريكا وكذلك في بعض المناطق السورية الأخرى فأيضا القاعدة موجودة وأيضا الضغوط الأمريكية ممكن تجعل حكومة العراقية لذلك نظامنا الديمقراطي ماذا يسمحنا بأن نحافظ على استقلالنا ماذا يسمحنا أن ننتخب حكومة قوية ومستقلة منتخبة مباشرة من الشعب هذا النظام الضعيف أفقدنا استقلالنا أكثر ضاع الاستقلال وضاعت الديمقراطية وديمقراطية أصبحت نسرحية هزلية يعني لعبة لأنه احنا مو موحدين في العراق واحنا ذلك مو أقوياء ومو مستقلين سواء في داخل العراق وفي المنطقة بصورة عامة يعني الهجوم على إيران هو هجوم على المنطقة كلها وليس على إيران فقط ومحاولة يعني الهيمنة الامبريالية على المنطقة فنحن باتحادنا كعرب وكمسلمين تركيا إيران عراق سوريا مصر جزائر سعودية حتى الخليج إذا اتحادنا مع بعض نستطيع أن نكون أن نكون قوة ونكون مستقلين حقيقة ونستطيع أن نقاوم أي ضغوط مثل هذه الضغوط الامريكية شوفوا أوروبا مثلا لأنهم متحدين استطاعوا أن يقاوموا الضغوط الامريكية بينما نحن إذا كنا ضعاف لا نستطيع أنا لا ألوم العبادي كثيرا يعني بعيدا عن التحليل السياسي الدقيق أنه هو يريد يرجع وما يرجع لا أنه العراق في موقع ضعيف ربما لا يستطيع أنا لا أريد أن أبرر أيضا بإمكاني أن يتخذ موقفا قويا وبإمكان الفائزين بالانتخابات العراقية أن يتحدوا مع بعض وينتخبوا رئيسا قويا بعيدا عن إرادة أمريكا هذا بإمكانهم وإذا أمريكا تضغط عليهم يقاومون يقاومون أمريكا ويقاومون هذا الضغوط فعدنا يعني المشكلة أعم من فرد واحد وشخص واحد المشكلة هي البلد مالنا ضعيف فيجب أن نقويه سياسيا ونقويه أمنيا ونقويه اقتصاديا حتى نستطيع أن نعبر عن ما في ضميرنا عن إرادتنا لا نكون خاضعين إلى إرادة ترامب وغير ترامب إحنا نكون مستقلين حقيقة إحنا الآن ممستقلين استقلالنا مشوب يعني وضعيف جدا طيب الآن نجي على جانب آخر من قوتنا المفقودة أدنى المرجعية الدينية المرجعية الدينية يعني السيد السستاني بالذات لعب دورا في إقامة النظام الديمقراطي بارك الله فيه لعب دورا في مقاومة داعش بارك الله فيها أيضا ولكن شفتوا أنت نظام الديمقراطي واحدة ما يكفي لازم يكون على أرضية على أرضية الاستقلال إذا ما كان أدنى استقلال الديمقراطية ستلعبة فيجب أن نحافظ على استقلالنا ويجب أن نتحد في داخل العراق بلا طائفية نقضي على طائفية حتى حتى تكون وحدتنا قوية ومع الأسف الحوزة الحوزة والمرجعية أيضا مقصرة في هذا الجانب لا أقول أنها تثير الفتنة ولكنها مقصرة في جانب توحيد الساحة العراقية توحيدا ثقافيا وفكريا وطائفيا وأيضا في المنطقة بصورة عامة يجب أن تعمل على توحيد المنطقة وشد أواصر الأخوة والتعاون والعمل المشترك بين مختلف البلاد العربية والإسلامية طيب الآن المرجعية بإمكانها أيضا تلعب دور في مقاومة الضغوط الأمريكية التي تستهدف ليس إيران فقط تستهدف حتى العراق تستهدف استقلال المنطقة ككل المفروض في المرجعية وأن يعني مواطن صغير أوجه هذه الكلمة أو هذا نداء إلى المرجعية أن تقوم بدورها ولا أدري السيد السستاني الآن في صحة كاملة في عنده معلومات كافية أم مختطف أم محاط بناس لا يسمحون له بالمتابعة واتخاذ أدوار معينة الشك في ذلك في الحقيقة لأنه معزول لا أحد يروح له ولا أحد يجيه وإذا واحد ستكلم خمس خمس دقائق سلم عليه ويطلع برا ما يسمحون أحد يعني يتواصل معاه ويضع في الصورة العامة ولكنه بالتالي مرجع وبالتالي المرجع مسؤول أنه يقول كلمة على أقل يقول كلمة في مقاومة الضغوط الأمريكية حتى يحافظ على استقلال العراق وعلى ديمقراطية العراق ربما هناك يعني عقدة عند بعض الناس أنه مثلا هو يحمل الجنسية الإيرانية فإذا وقف مع إيران واستنكر الهجوم الظالم على إيران وهذا الحصار الظالم والمقاطعة الظالم الأمريكية فسوف يحسب على إيران أنه إيراني هذا مصحح يعني هو بالتالي مسلم وبالتالي مرجع لكل المسلمين مرجع لكل الشيعة على الأقل والمقلدين اللي بي إيران أكثر من العراق وأكثر من العرب يمكن فلابد أن يقول كلمة يدافع عن هؤلاء المظلمين عن هذا الشعب المظلوم في إيران لا يجوز أن يسكت لا يجوز أن يعني يمر مرور الكرام على هذه الهجمة الأمريكية يجب أن يقاوم أمريكا يكون مرجع المقاومة ومرجع مقاوما للاحتلال يعني في العراق عندما جاءت أمريكا وسكت السستان يعني الاحتلال يعني كنا نبر ذلك أنه يريد أن يعمل مثلا بصورة سلمية حتى يخرج القوات الأمريكية ولكن بالنتيجة لم يقل كلمة ضد الاحتلال بعد ما وقع الاحتلال والآن يجب أن يقول هذه الكلمة يجب أن يكون هو في يعني البعض يقول يعني أنت تعلم المرجع ماذا يفعل نعم كل إنسان كلكم رائع وكلكم مسؤول على رأيته ما عدنا الله ما حاطلنا السيد السستاني مرجع على المسلمين ولا حط أي مرجع هو قائد الأمة وهو يعرف ووحده يفكر وما يجوز لأي أحد أن يقترح عليها أو ينصح أو يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر كل إنسان عندما يرى تقصيرا أو يرى إهمالا أو يرى خطأا عليه أن ينتقد مثل ما ننتقد رئيس الوزراء أو ننتقد رئيس الجمهورية يجب علينا أن ننتقد حتى المراجع من هم المراجع ليسوا مع أي أني من الله تعالى إنهم هم رجال رجال ويقال أنه أصبحوا مراجع مراجع في ماذا مراجع غير تخذون مواقف لدفاع عن المظلومين والمحرومين والمتهدين والشعوب التي تعرض للحصار إمام علي عليه السلام عندما خاطب شيعته وخاطب أبناء قالهم كونوا للظالم خصما وللمظلوم يعونا يعني ماذا الآن شعب إيراني شعب مظلوم يتعرض لحصار ظالم يجب أن نستنكر على أقل لا نستطيع أن نروح مثلا نكسر الحصار بلساننا على أقل نقول أن هذا حصار ظالم ويجب أن يرفع ولا يجوز لترامب أن ينفرد بالعالم ويفرض هيمنتها على الشعب الإيراني وعلى أمو من منطقة مثل ما فرضوا على العراق الآن يفرضوا على الإيران يريدون يدمرون إيران ويدمرون الشعوب كلها اليوم بالعمس العراق واليوم إيران وبكرة يمكن تكون السعودية يمكن تكون أي دولة أخرى تركيا باكستان فلا يجوز أن نسمح لهذا الغول الأمريكي بالانفراد بناء دولة دولة وشعبا شعبا وتحطيم منطقة كلها ومنعها من النهوض هذا ما يهدف إليه ترامب يحاول أن يمنع المنطقة ككل من القيام والنهوض وأن تصبح قوة لها مكان تحت الشمس وتكون قوة محترمة وتكون شعوب وأمو محترمة فأنا أنتظر يعني لا أعول كثيرا على كلام السيد العبادي سواء يعني قال أنه تعاطف أو لا يتعاطف المهم المرجعية المرجعية يجب أن تقول كلمة في هذا المجال وتعمل من أجل توحيد يعني تفكر تفكر بصورة وحدوية عن العالم الإسلامي وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون إذا أمة واحدة فليش المرجع خصوص السياسي ممكن يقول لك أنا أراقي أو أنا إيراني أو تركي أو باكستاني أو سعودي بس المرجع اللي يدعي أنه هو خارج الحدود وعبر للحدود فلماذا يعني يسكت عن هذه الجرائم جرائم الإمبريالية في الحقيقة يعني الأمور متشابكة مع بعض الديمقراطية والاستقلال والوحدة كل مع بعض فلا ديمقراطية بلا استقلال ولا استقلال بلا وحدة العالم الإسلامي فيجب أن نعزز الشعور بوحدة العالم الإسلامي حتى نحقق استقلالنا في المنطقة استقلال الأمة الإسلامية وليس استقلال بلد واحد شوفوا إحنا بلادنا كلها مضروبة مضروبة وواقعة تحت الهيمنة الأمريكية وبالتالي الديمقراطية أيضا أصبحت مهزلة ولعبة لأنه ما عدنا استقلال وما عدنا وحدة أنا لا أريد أن أذكر السستاني ولا أذكر الشعب العراقي بمواقف إيران تجاه العراق وخاصة في ساعة العسرة عندما هجمت داعش على العراق وتنصلت أمريكا من التزاماتها بالدفاع عن النظام العراقي فجاءت إيران ووقفت ودعمت وسلحت وقاومت واستشهد قادتها أيضا في الميدان العراقي هذا شيء معروف ولا أريد أن أتحدث عن تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية ولكن أقول الآن هذا بلد جار مسلم يتعرض لعدوان علينا أن نتحد معه وأن نتعاون لإسقاط هذه الإسقاط هذا الحصار الظالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر